لم يعد البحر آمنا ولا بابا للرزق فقوات التحالف باتت تقتل بلا هوادة على قبالة سواحل البحر الأحمر حيث يتربص الموت الجائل بالبحارة تربض هنا زوارق فارغة وأرزاق مقطوعة وصيادون أصبحوا عرضة لنيران قوات التحالف العمياء تقرير حديث لهومن ريتسووتش يقول إن قوات بحرية تابعة للتحالف بقيادة السعودية نفذت على الأقل خمس هجمات قاتلة على قوارب صيد يمنية منذ 2018 هجمات أسفرت عن مقتل 47 صيادا يمنيا على الأقل منهم سبعة أطفال واحتجاز أكثر من مئة آخرين بعضهم تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز في السعودية يقول التقرير إن هجمات التحالف على الصيادين ومراكب الصيد تبدو متعمدة حيث استادفت مدنيين وأعيانا مدنية في انتهاك لقوانين الحرب وإن مسؤولية التحالف الذين أمروا أو نفذوا الهجمات أو عذبوا المحتجزين متورطون على الأرجح في جرائم حرب أحد الصيادين الذين تعرضوا لهجوم التحالف يصف واقعة الاستهداف قائلا كانت المروحية قريبة على علو ثلاثة أمتار تقريبا طلبوا منا عبر مكبرات الصوت الذهاب إلى الأمام فانتقل أربعة أو خمسة صيادين إلى الأمام بينما بقي الآخرون عند مواخرة القارب وكنت أنا في الوسط وبعدها أطلقوا علينا الرصاص بسلاح كبير لوح الصيادون بأقمشة بيضاء ورفعوا أيديهم ليظهروا أنهم لا يشكلون أي خطر في ثلاث من هذه الهجمات لم تحاولوا قوات التحالف إنقاذ الناجين الذين سقطوا في البحر فغرق الكثير منهم يعيش ألاف الصيادين ظروفا صعبة ومعقدة فهم عالقون بين خيارات كلها سيئة إما المخاطرة في طلب الرزق ليكونوا فرائسا لطائرات الأباتشي وبارجات التحالف أو أن يتخلوا عن مصادر رزقهم فايتوقفوا عن ممارسة مهنة الصيد يتركوا أسرهم عرضة للجوع ومعاناة الفقر الصيادون جزء من مأساة بلد أسلمت مفاتيحه لتحالف أو غل فيه قتلا ودمارا